يرى رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري أن الوضع الفلسطيني يزداد تعقيدا متوقعا أن تستمر الانتفاضة في الأراضي الفلسطينية وأن تتوسع في جميع أرجائها تصريحات المصري جاءت خلال استضافته في برنامج نبض البلد للحديث حول قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال وضع فلسطيني يزداد تعقيدا وتوقعات باستمرار الانتفاضة في فلسطين وتوسعها تخوفات على أردن ومستقبله هذه كانت أبرز المحاور التي تحدث عنها رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري المصري قال أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغه حرفيا بعدم نيته مقابلة المبعوث الأمريكي في المنطقة مشيرا إلى أن مقابلته في هذا الوقت تعني تخليه على المتضامنين معه لا يريد شيء يخسره حتى أبو مازن الذي قلنا عن القصة الآن يعني بيحكي بدوش يشوفه لأنه بيعرف أنه خلصت ما فيش شيء يخسره إذا راحت القدس وإذا كان توم فريدمان الصحفي المشهور بنيويورك تامس بيحكي إلى ترامب بقول له أنت أعطيت جوهرة الحل لهي القدس إلى إسرائيل بدون ثمن رئيس الوزراء الأسبق شار إلى ضرورة أن لا تمارس أي أطراف مضغوطا على الفلسطينيين في هبتهم الشعبية لكنه اعتبر أن الأردن لا يمكنه أن يبقى متفرجا لأن الدور سيأتي عليه لاحقا نحن بهذا القرار أمن الوطني مهدد يعني لأنه معنى الانتهاء أو بداية السيادة الإسرائيلية على القدس إلها معاني كثيرة هاي المواطنين اللي في القدس وبعدين تلحق في مجالات أخرى في مناطق أخرى يعني بطلوا مواطنين صاروا سكان إذا أنت بدك قريبا رح يعلنوا يهودية الدولة والسيادة على القدس وكل هالأراضي هذا معناته يا يهودي بتصير يا إما أنت من السكان مش مواطن تمام وبالتالي إيش بعنيها الحكي يعني أنه أنت بدك مؤقت عايش عندي وهذا بهددني وبشأن الموقف الأردنية اعتبر المصر أنه مشرف لكنه لا يكفي ويحتاج الأمر لوقفة عالمية من جميع الدول للحصول على موقف جماعي حقيقي يمكن معه مواجهة قرار الإدارة الأمريكية القاضي بإعلان القدس عاصمة للاحتلال أنا موقفي لا غبار عليه في الأردن لكن ما هو لحالي ما بصبتش يعني لازم يكون موقف عالمي موقف إسلامي الموقف الأوروبي في قضية القدس كان أحد المحاور التي تناولها المصري في اللقاء إلنا 40 سنة والدور الأوروبي المقتنع بحقنا في وعدالة قضيتنا ما استطاعوا يقولوا لأمريكا بس لما صارت هجرة اللاجئين السوريين وصار الضغط عليهم رفعوا الصياء رفعوا صوتهم وقالوا الله أكبر حلوا عننا طب ما هو اللي جاي أكبر لسه من مليون لاجئ إذن تأكيدنا على الدور الأردني ووجوب دعم القدس في كافة المجالات وتخوفهم من مستقبل مدمر للمنطقة وتأكيدنا على ضرورة تكاتف كل العالم لتصدير الهيمنة الأمريكية والأطماع الصهيونية